احنا دلوقتي معانا الدكتور عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي بالحقيقة ردود الافعال بتتوالى على هذه التعديلات الوزارية زي ما قلنا 13 وزيرة ووزير كانوا في هذا التعديل الوزاري مهم جدا بعض القطاعات زي ما اتكلمنا قطاع التعليم سواء التعليم العالي او التعليم ما قبل الجامعي ايضا بنتكلم عن السياحة هذا القطاع الذي يدخل لمصر العملة الصعبة طبعا كمان قطاع الصناعة معانا دلوقتي الدكتور عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي يقول لنا اريته ازاي لهذه التعديلات وهذه الاسماء اللي جاءت في هذه التعديلات الوزارية تفضل الدكتور عبد المنعم السيد الخير مساء الله يا فندم اهلا مع حضرتك واهلا مع السيدة مشاهدي طبعا التعديلات الوزارية كان افضل شيء فيها انه فيه جزء من المجموعة الاقتصادية تم تعديله هو بداية اي تغيير وزاري او تعديل وزاري الهدف منه هو تطوير الاداء الحكومي وتنشيط او مواجهة الازمة العالم كله انهوضر فيه ازمة اقتصادية فيه ازمة بسبب الازمة روسية الوكارنية وايضا تدعيتها واثرت على الاقتصاد العالمي بشكل كبير وبالتالي كان هناك مجموعة من التحديات بتواجه الدولة المصرية وبالتالي كان وجود تغيير او وجوه جديدة في النسق او في مجلس الوزاري كان ده هدفه مطلب من الشعب وايضا مطلب لتحقيق اهداف اقتصادية للدولة المصرية فالتغيير الوزاري يمكن اجتمل على جزء من المجموعة الاقتصادية وزير الصناعة وايضا اعتبر ان وزارة السياحة هي جذء ايضا اصيل من المنظومة الاقتصادية المصرية لان السياحة في مصر احد الكطاعات الهمة اللي بتحقق حصيلة دولارية عالية للدولة المصرية احنا كنا بنتحدث عن حصيلة دولارية بتتزايد عن 13 الى 14 مليار دولار سنوية وايضا وزارة الكطاع الاعمال لتهيئة المناخ لان انا عندي هيكلة كثيرة من الشركات قطاع الاعمال مطلوبة عندي طرحة مجموعة من الشركات ويمكن الرئيس صاحفتاح السيسي اعلن عن وجود شركات هيتم طرحها او ضغط ان يكون هناك الشركات سبق كانت الشركات تابعة للدولة المصرية او تابعة للقوات المسلحة في البرصة المصرية قبل نهاية العام فتهيئة المناخ وتهيئة وهيكلة الشركات ده محتاج وقت طويل فالنهاردة لما تكون هناك اضاوة جديدة يكون هدفها وشغلها الشاغل هو تغيير وهيكلة الشركات قطاع الاعمال وايضا تهيئة الشركات لطرح اجزاء منها في البرصة المصرية اعتقدت بالمشاكل سواء في قطاع الاعمال وزارة قطاع الاعمال او حتى وزارة الصناعة قد ايه مهمة بخلفيتها فيما يتعلق بالمرحلة المقبلة في مصر من الناحية الاقتصادية يعني نحن نتكلم على وثيقة سياسة ملكية الدولة وغيرها من الموضوعات الاخرى المهمة في المرحلة المقبلة يعني ممكن الخلفيات اللي تم طوحها لسادة الوزارة البدل اعتقد انها مناسبة جدا للمواقع الذين ثوف يشغلوا وظاوة السياحة الخلفية هي خلفية بنكية بنك ماكافي وخلفية من البنوك وبالتالي خلفية مصرفية وبالتالي هو التدخل او وجود فتح اسواق جديدة للسياحة المصرية بالخارج ايضا احتساب العوائد الاقتصادية من السياحة والتجريد والتسويق لها بشكل اقتصادي لانه الهدف الاساسي للسياحة المصرية في الفترة القادمة هيكون مختلف لان حركة السياحة لمستوى العالم بدأت تتباطئ في فترة معينة في كوفيد-19 ثم بدأت تعود الى مراحلها منذ حوالي شهور قليلة لكن الاشكالية عندنا في مصر نحن امام ازمة ما بين دولتين يمثلوا 38% من حجم السياحة الوافدة لمصر فوجود فتح اسواق جديدة تسويق جديد للأرلية السياحة المصرية تعديل الاسعار الخاصة بالفمادق والليالي الصندوقية والليالي السياحية داخل مصر كل ده شيء اقتصادي اعتقد هيتم البناء عليه في الفترة القادمة نفس الكلام ده توضيح مهم جدا دكتور عبد المنعم حاولنا نشرحه فيه بداية الحلقة دي وهو اهمية السياحة الآن في فتح اسواق جديدة وليس الاعتماد على اسواق معينة من نظر الاقتصادية لان يمكن ربما البعض بيتساءل ليه وزير سياحة من خلفها اقتصادية الحقيقة يعني حضرتك وضحت بعض الشيء هذه النقطة المهمة تفضل كم من الفكرة تمام بالنسبة لوزارة الصناعة ووزارة الصناعة امامها مجموعة من تحديد نحن في فترة حجم الاستثمارات على مستوى العالم بدأت تنخفض يمكن البنك الدولي اعلن منذ مارس الماضي ان حركة رؤوس الاموال في الدول العالم انخفضت بنسبة 33% معنى ذلك ان الطرطة اللي بتاخد منها الاستثمارات او حركة الاستثمارات بدأت تنخفض طب انا النهاردة يمكن دولة طيس الوزارة اعلن ان مصر تسعى ان يكون هناك جذب لاستثمارات قضاها 40 مليار دولار خلال 4 سنوات طب انا محتاج ايه محتاج ان انا اشجع الصناعة المصرية طب اشجعها بايه اول حاجة بتوفير الاراضي بحق الانتفاع او بتكلفة قليلة لتكلفة المرافق ليس من المقبول وليس من المعقول ان تكون الاراضي الصناعية غالية وبالتالي لا يستطيع صغار المصنعين اللجوء او شراء المصانع او على الاقل تأجيرها ايضا عندي تحدي كبير جدا هو التدريب النهاردة تدريب ملف التدريب في مجال الصناعة للأسف يعني فيه ضعف لحركة الصناعة المضربين في الدولة المصرية وده محتاج وجود برضو آلية هيكون عدء كبير على وزير الصناعة الجديد وستاذ احمد سامير نفس الكلام احنا لدينا فيه الصناعة اشكالية اللي هي عملية جودة المنتج المصري وفتح اسواق للصناعة المصرية وايضا والاهم من ذلك النهاردة عندنا جهاز اسم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة المتوسطة هذا الجهاز ضول اساسي تمويل وتسويق للمشروعات الصغيرة المتوسطة في مجال الصناعة وليس في مجال القطاعات الخدمية سواء كانت قطارة او كانت مثلا تجارة او مثلا فتح مشروعات خدمية نحن نهتم او يجب يكون هناك اهتمام بالصناعة المصرية توطين التكنولوجيا كلنا نسمع عن توطين التكنولوجيا اتكلمنا عن موضوع الشرائح واجبال موصلات دكتور عبدالنان هذا هو العصر الان عندنا نقطة تانية مهمة الازمة الاقتصادية والموجودة في الدول الاوروبية على عصوم المانيا باعتبارها اكبر دولة يعني في النمو الاقتصادي داخل دول الاتحاد الاوروبي يمكن تم الاعلان من جانب وزير الصناعة ووزير الاقتصاد في المانيا ان هناك عندهم تحديات بسبب نقص توريد الغاز الطبيعي من روسيا وبسبب الازمة في الطاقة ان بعض المصالح سوف يتم التخلي عنها ونقلها لدول شركة اسيا والدول الشركة الاوسطية وبالتالي عامل مهم ان انا اسعى كوزارة الصناعة يكون هذا ملف امام وزارة الصناعة ان يكون هناك جذب الاستثمارات المانية ومصانع المانية بجودة عالية في منطقة زي منطقة محور تنمية كورونات سويس او بعض المناطق الصناعية مصر لديها 17 مجمع صناعي جديد محتاجين زيادة حجم المصانع عشان احقق ما يطلق عليه الاتفاق الذاتي في ظل ازمة اقتصادية تحاني فدول ملفين مهمين جدا او ملفات مهمة جدا امام وزارة الصناعة وكانت الحكومة اعلنت دكتور عبد المنعم كلنا تابعنا في هذا المؤتمر الصحفي العالمي هذه الوعود باعثاءات ضريبية في عدد من القطاعات المتعلقة بالصناعة صحيح احنا الاشكالية اللي عندنا انه عندنا لابد ان دايما قلنا في الاول ان هناك نقص في حركة رؤوس الاموال فانا لابد اجذب استثمات جديدة طب اجذبها عن طرق ايه ان انا يكون عندي ترخيص واجراءات في الترخيص السريعة ويمكن تم الاعلان ما يطلق عليه الوخصة الزهبية ايضا توفير الاراضي بحق الانتفاع او بقيمة منخفضة عشان اشجع المستثمرين انهم يأتوا ايضا تسهيل اجراءات المحل النزاعات الخاصة بهم بشكل كبير كل دي نقاط مهمة جدا وزارة الصناعة هي وزارة تسعى لجذب استثمات زيادة يعني عامل النجاح لديها ان قطاع الصناعة يساهم فيه الناتج المحل المصري بنسبة 18% حاليا نحن نحتاج ان يكون لدى الوزارة الجديدة او الوزير الجديد وله كل التوفيق باذن الله ان يكون امامه الملف ان يسعى الى ديادة حجم مساهمة الصناعة الى اكثر من 25% على الاقل خلال السنتين القادماتين من خلال جلب استثمارات من خلال التسويق للصناعة الموجودة لدى الدولة المصرية توطين تكنولوجيا محتاجين يعني سمعنا كثيرا عن السيارة المصرية الصينية وبمكون مصري او مكون محلي بنسبة 55% محتاجين توطين بتكنولوجيا جديدة في مصر بشكل كبير عشان تكون مصر هب او مركز اقليمي للصناعة وبالتالي اقدر اصدر للدول الفرقية بالتأكيد دكتور عبد المنع يعني كان هناك ايضا توجيه يعني العنوان الرئيسي واهم جملة كمان حددت قلتها الاكتفاء الذاتي هذا ما تسعى اليه الدول الآن بعد هذه الازمات المتكررة واخرهم الازمة اللي احنا مازلنا فيها ومش عارفينها تنتهي امتى طبعا كان فيه توجيه بموضوع البولياثيلين صناعة مهمة واكبر مجمع صناعي كمان فيه كلام عن الشرائح الالكترونية او اجباه المواصلات وغيرها زي ما حددت ذكرت بتأكيد قطع مهم وامامه الكثير من التحديات بشكرك جدا دكتور عبد المنع السيد الخبير الاقتصادي شكرا جزيلا لك اشتركوا في القناة